بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاتب تركي يقول إن إسرائيل تدرك أنها لا تستطيع مواجهة إيران بمفردها لتفاصيل ما جاء على لسان الكاتب التركي كونوا معنا حتى النهاية أكد الكاتب الصحفي التركي ندرة إرسنل أن إسرائيل تدرك أنها لا تستطيع مواجهة إيران بمفردها وأن التوقعات المتعلقة بالرد الاسرائيلي على ايران تحولت الى خيبة امل عندما اتضحت الحقيقة الواهنة وقال ارسنل ان الهجوم بثلاثة اجسام مشبوهة في مدينة اصفهان الايرانية اثار حالة من الاستنفار في وسائل الاعلام العالمية التي تعيش حالة تأهب منذ ايام حيث سارعت الى تفسيره على انه شرارة حرب ولكن سرعان ما تحولت هذه التوقعات الى خيبة امل عندما اتضحت الحقيقة الواهنة واوضح في مقال بصحيفة ياني شفق التركية ان الرأي استقر في النهاية على ان الهجوم نفذه عنصر داخلي مدعوم من ايران اما من قبل جواسيس الموساد او المتعاونين معه ونشرت صحيفة جوزرلين بوست في منتصف النهار مقالا اعتبرت فيه ان اسرائيل ارسلت رسالة واضحة الى ايران من خلال هجومها على المنشأة النووية في اصفهان واضاف لكن هل تمثل ثلاثة طائرات بدون طيار صغيرة قوة كافية لحمل هذه الرسالة بغض النظر عن ذلك فان اشتعال المنطقة يمثل رسالة كافية بحد ذاته وكانت وسائل اعلام اسرائيلية قد اعلنت قبل يوم واحد فقط من حادثة اصفهان الغامضة ان نتنياهو قد الغى خططه المسبقة للرد الفوري على الهجوم الايراني بعد محادثة مع بايدن عنوان الخبر في صحيفة تايمز اوف اسرائيل رئيس الوزراء يؤجل خططا مسبقة للموافقة الفورية على رد ايراني بعد اتصال مع بايدن وذلك بتاريخ 18-4-2024 وبالاضافة الى ذلك ذكرت قناة كان الاسرائيلية الرسمية ان الرد لن يكون كما هو مخطط له تهي من الحساسيات السياسية سيتم الرد لكنه سيكون مختلفا عن المخطط له وعلق وزير الامن القوم الاسرائيلي اطمار بن غفير يوم الجمعة على انباء عن الهجوم على ايران على موقع التواصل لاجتماع اكس بكلمة واحدة مهزلة وقال ارسنال ان هذا الهجوم ليس انتقاما فلا يتوافق توقع الانتقام او السعي اليه مع هذا الحادث بل هو ترهيب من الداخل من اقرب مكان الى القلب ومن خلال اخطر انواع الاسلحة الطاقة النووية يوضح هذا الهجوم كيف ستعالج اسرائيل اي خطوة قد تتخذها ايران وقد ذكر الطهران انها ستقيم المعادلة بعد ذلك بشكل مباشر وجها لوجه بدون وسطا من ناحية اخرى يشبه هذا الهجوم الرسالة التي كتبها المندوب الدائم لايران في الامم المتحدة بعد الهجوم الايراني ومفادها انتهى الامر بالنسبة لنا طبعا لا يعني هذا ان الخطر قد زال على الاطلاق لان تعقيدات المنطقة لا تنبع من صراعات اسرائيل ايران او فلسطين بل هي تعقيدات عالمية بحسب ارسنال وتابع الكاتب لا اهمية لمعرفة النسبة الدقيقة التي تم بها اعتراض هجوم ايران الذي استخدم فيه مئات الصواريخ والطائرات بدون طيار ولا اهمية لمعرفة ان اسرائيل هاجمت بثلاث اجسام فقط دون الحق اضرار في كل الهجومين الحقيقة الملموسة هي ان اسرائيل تدرك انها لا تستطيع مواجهة ايران بمفردها ولن تخيف الاجسام الثلاثة احد باستثناء حال التدخل الولايات المتحدة الامريكية المباشر مما يعد موضوعا منفصلا مرتبطا ايضا بالانتخابات الرئاسية ومن غير المرجح ان يقدم بايدن على تجربة جنونية كهذه خوفا من صناديق الاقتراع واذا حدث ذلك فسوف نرى ما سيحدث والى جانب التخويف فان هناك واقع اخر محبط يكمن في امتناع اسرائيل عن شن هجوم مضاد حقيقي وهو فشل الولايات المتحدة في تحويل هجوم ايران الى ادانة دولية رفضت مجموعة واسعة من الدول تشمل دولا مهمة في العالم ودولا تمتد عبر القرات بما في ذلك تركيا التوقيع على بيان يدين ايران ويجب على اسرائيل ان تدرك ذلك ان لم تكن عمياء بشكل تام وتأكيدا على ذلك حذرت وزيرة الخارجية الالمانية ونظيرها البريطاني الذان زار تل ابيب في اليوم السابق من اي هجوم محتمل على ايران قد يؤدي الى نشوب حرب اقليمية مما سيقلل بشكل كبير من نفوذهما الرد يأتي في الليل من خلال معطف معلق على الباب الان لننتقل الى تركيا تشارك انقرى نفس المخاوف وقد اكدت ذلك مجددا في بيانها الصادر بعد هجوم اصفهان مشددة على خطر نشوب حرب دائمة وانتشارها لكن التطورات تثير مزيدا من الاسئلة التي يجب على انقرى التفكير فيها والرد عليها خاصة مع اقتراب موعد عملياتها العسكرية المحتملة في شمال العراق وزيارة بغداد في ضوء دعوات متزايدة لمعالجة شاملة للقضية الايرانية في المنطقة بدأت تزداد النصائح التي تحث تركيا على الاقتراب من خط الولايات المتحدة الامريكية وحلف الناتو والاتحاد الاوروبي ويزداد الامر سوءا عندما نضيف الى هذه الدعوات نتائج الانتخابات المحلية الاخيرة في تركيا الى جانب صعوباتها الاقتصادية يشير ذلك الى سوء فهم عميق لطبيعة المشكلة وهذا هو ما نشير اليه ببحث منفصل فهل المشكلة هي في عداء الدول لبعضها البعض انطلاقا من الازمات في المنطقة ام هي في التحديات الجادة التي تواجهها بسبب التحولات الجيوسياسية العالمية هل تكمن المسألة في الوقوع دون وعي او خداع او بشكل ضمني في فخ التقارب من اسرائيل من خلال التعاون مع الغرب ام في التعامل مع الفرص بشكل اكثر برودة من خلال الوقوع على العتب العالمية يمثل هذا التحدي اختبارا عسيرا لتركيا وسيكون بمثابة اجابة على تساؤلات حول قدرتها على تحقيق هدفها المتمثل في انهاء مشاكل الامن القوم بحلول عام 2030 ولعل التصريحات الاخيرة الصادرة عن صاحب اعلى سلطة في تركيا الرئيس اردوغان حول القضية الفلسطينية تمثل دليلا وتحديا صريحا لجميع الاطراف داخليا وخارجيا عند قراءتها بعناية سيكون قائد القضية الفلسطينية ضي في نهاية الاسبوع وسنتبادل الحديث لقد وقفنا الى جانبهم في اصعب اوقاتهم لا فرق بين القوات الوطنية التركية ابان حرب الاستقلال وحركة حماس اليوم يشير الى حديث وكلام الرئيس اردوغان ونحن مدركون ان لهذه الكلمات ثمنا لن نستسلم لهجماتكم او العابكم الذهنية سأواصل الدفاع عن النضال الفلسطيني وسأكون صوت الشعب الفلسطيني المظلوم ما اعطاني الله الحياة حتى لو تركت وحدي لقد قتلوا 14 الف طفل لقد تجاوز هتلر بكثير من يشككون في حساسياتنا تجاه فلسطين سيشعرون بالعار عاجلا ام اجلا في الختام متابعين الاعزاء ارجو ان تتركوا اراءكم وتعليقاتكم اسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة